بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب و الطالبات سلام الله عليكم و رحمته و بركاته و حياكم الله تعالى و بياكم و أهلا و سهلا بكم معنا في هذا الدرس المتعلق بالبيع و أحكامه و شروطه بإذن الله تعالى في هذا الدرس نأتي و اياكم على بياني الشروط المتعلقة بالبيع و لكن قبل أن ندخل و إياكم في صلب هذا الدرس يحسن بنا أن نستعرض و إياكم أبرز و أهم الأهداف المرسومة لدرسنا فكونوا معي أيها الطلاب و الطالبات إذن على بركة الله عز و جل معنا أيها الطلاب هذا الدرس الدرس الحادي و العشرون و هو في شروط البيع و كذلك الدرس الثاني و العشرون في وقت البيع و كذلك مكان البيع إذن درسان مهمان من الدروس المتعلقة بالبيع فكونوا معي أيها الطلاب و نأتي إلى استعراض موضوعاتي و دروسي هذه الوحدة عندنا موضوع البيع و كذلك أقسام البيع و قد مضى بحمد الله تعالى و كذلك سروط البيع و هو الدرس الذي معنا و كذلك وقت البيع و مكانه و هو أيضا من الدروس التي معنا في هذا الدرس ثم بعد ذلك قبض المبيع و أخيرا البيع بشرط البراءة من كل عيب هذه دروس هذه الوحدة نبدأ على بركة الله مع الدرسين الذين معنا و نأتي على أبرز و أهم الأهداف المرسومة لهذين الدرسين هنا عندنا هدفان مهمان لهذين الدرسين الهدف الأول أن يوضح الطالب و الطالبة شروط البيع و كذلك من الأهداف في هذا أن يبين الطالب و الطالبة ما يتعلق بوقت البيع و كذلك مكان البيع فهذان هدفان مهمان مرسومان لهذا الدرس نأمل بإذن الله تعالى في تحقيقهما من خلال هذا الدرس فكونوا معي سعيا إلى تحقيق الهدفين المنشودين نبدأ أيها الطلاب على بركة الله مع شروط البيع شروط البيع هنا أيها الطلاب و الطالبات للبيع شروط معتبرة الشارع الحكيم اشترطها في صحة البيع و هي سبعة و هذه الشروط أيها الطلاب و الطالبات نتعرف عليها من خلال هذا الجدول فكونوا معي في غاية التركيز حتى بإذن الله تعالى يتم استيعاب هذه الشروط بأدلتها و ما يتعلق بها أول هذه الشروط تراضي العاقدين عندنا الشرط و معناه ثم دليل الشرط ثم ضد هذا الشرط ثم ملحوظات متعلقة بالشرط أولا تراضي العاقدين بمعنى أن يرضى كل من البائع و المشتري بالعقد فلا يحل البيع بإكراه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه و هذا عندنا الدليل صريح في هذا من القرآن الكريم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم فقوله عن تراضي منكم دل على اشتراط التراضي بين العاقدين و كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضي إذن هذا دليلان دلاني على اشتراط التراضي بين العاقدين نأتي إلى ضد هذا الشرط ما ضد التراضي ضده أيها الطلاب و الطالبات هو الإكراه البيع بإكراه و بإجبار مثال ذلك لو باع سيارة أخيه دون رضاه فهذا تصرف في ملك أخيه بغير اختياره و بغير رضاه فهذا لا يصح فإذا باع سيارة أخيه دون رضاه أخيه فإن البيع لا يصح بل هو بيع باطل لأنه افتقر و افتقد شرط التراضي من هذا البايع هنا ملحوظة يستثنى لاحظ معي في البيع الذي فيه إكراه يستثنى من ذلك الإكراه بحق ما هو الإكراه بحق؟ كما لو أكره القاضي الشخص المدين على بيع بعض أملاكه ليسدد ديونه شخص عليه ديون و عنده أملاك أراضي و عقارات وهؤلاء أهل الديون يريدون أموالهم وهو يمتنع من إعطائهم فالقاضي يجبره على بيع أملاكه حتى يسدد لهؤلاء أموالهم و نزع الملكية الخاصة لأجل المصلحة العامة بشروطها الشرعية إذن نقول إن الأصل في صحة البيع هو التراضي لكن يستثنى من ذلك الإكراه بحق من قبل الحاكم أو قبل القاضي لأجل حظ أهل الدين حتى يعطيهم حقوقهم إذن هذا ما يتعلق بأول شرط من شروط البيع ثانيا نأتي إلى الشرط الثاني أن يكون كل واحد من العاقدين البيع والمشتري جائز التصرف ما معنى قولنا جائز التصرف يعني أن يكون كل منهم بالغا عاقلا رشيدا لا أود أن تكون هذه الصفات في البايع و كذلك في المشتري لو كان أحدهما مجنونا أو كان غير مميز أو كان غير رشيد فإن البيع لا يصح لا بد من اجتماع هذه الصفات الثلاث في البايع والمشتري الدليل قول الله تعالى وابتلوا اليتامة أي اختبروا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح يعني بلغوا سنة التكليف فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا هنا شرط البلوغ و شرط كذلك الرشد و هنا نأتي إلى ضد هذا الشرط و المثال عليه لو باع الصغير منزله فهذا الصغير لم يبلغ فلو باع منزله فإن البيع غير صحيح لماذا؟ لأنه يفتقد إلى كون البائع و هو الصغير غير جائز التصرف لكن هنا حالة استثنائية و هي يستثنى من ذلك إذا أذن وليه إذا كان للصغير ولي وأذن له في البيع فإن هذا البيع يصحه بإذن وليه و تصرف الصغير في الشيء اليسير أيضا شراء حلوى و نحوها أو ما فهذه أشياء يسيرة و في الغالب أن الصغار يشترونها و يتبايعون فيها فلا بأس بهذا فإن هذه الصور مما يستثنى في بيع الصغير نأتي أيها الطلاب إلى الوقوف على الشرط الثالث من شروط البيع أن يكون العاقد مالكاً للمال يعني البايع أو من يقوم مقامه كالوكيل إما أن يكون مالكاً للسلعة أو يكون وكيلاً في بيعها و الذي يقوم مقام المالك وكيله أو ولي الطفل والمجنون والوصي عليهما و نحو ذلك هنا الدليل على هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك فالذي ليس في ملكك لا يصح لك بيعه إلا بإذن من صاحبه بوكالة أو نحوها هنا لو باع شخص ملك غيره بغير إذنه أو اشترى بمال غيره شيئاً بغير إذنه فإن العقد لا يصح لأنه تصرف في ملك غيره إذن هذا يبين لك ما هو عكس هذا الشرط وأنه لا يصح البيع بهذه الصورة عندنا حالة استثنائية لهذا الشرط وهو يستثنى من ذلك إن أجاز المالك تصرفه يسمى هذا عند الفقهاء التصرف الفضولي بمعنى أن هذا باع شخص أخذ سيارتي وباعها دون إذن ثم لما علمت قلت أذنت لك في بيعها هذا البعي صح وتصرف هذا البعي فضولي أي أنه عنده فضول وباع السيارة دون إذن ولكنني حين أجزت البيع صح البيع هذا ما يتعلق بهذا الشرط والأمثلة عليه كنوا مع أيها الطلاب والطالبات أيضاً للوقوف على الشرط الرابع أن يكون المبيع مباح المنفعة أن يكون المبيع مباح المنفعة مثل ماذا؟ نأتي إلى أمثلة على ما هو مباح المنفعة أمثلة في سائر الأطعمة والأشربة كل ما في منفعة فهو مباح البيع نأتي إلى الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه فلا يجوز بجع ما فيه منفعة محرمة كالخمر والمخدرات واللباس المحرم والمعازف فهذه يحرم بجعها لماذا؟ لتحريبها هنا يستثنى من ذلك إذا كان في المبيع منفعة لا تباح إلا عند الضرورة مثل الميتة أو تباح عند الحاجة مثل كلب الصيد والحراسة فلا يجوز بجعه أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث هذا ما يتعلق بهذا الشرط نأتي إلى الشرط الخامس أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه نأتي إلى الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر وهو لو باع سمك في الماء أو باع الطير في الهواء فهو لا يقدر على أن يسلمه للمشتري فلا يبيع سيارة مفقودة أو أرض مغصوبة لا يستطيع تسليمها كما مثلنا قبل قليل بيع سمك في الماء في البحر أو بيع الطير في الهواء كل هذه لا يقدر البائع على تسليمها للمشتري فلا يصح البيع حينئذ أيضا نأتي إلى الشرط الذي بعده هو السادس أن يكون البيع معلوما عند البائع والمشتري وقت العقد والعلم بمبيع يتحقق بأمور يعني أن يكون كل منهما عالما بالمبيع ويكون إما برؤية المبيع أو بوصفه المعتبر نأتي للدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرار ففي بيع ما لم يعلم برؤية أو وصف غرار على المشتري فلا بد للمشتري أن يرى المبيع بعينه أو بوصف معتبر يكون قد علم المبيع واشتراه بهذا الوصف هنا لا يصح بيعه شيء مجهول كيقوله بعتك سيارتي أو منزلي دون أن يراها أو يكون هناك وصف معتبر يعرف به البائع هذه السيارة نأتي إلى الشرط السابع من شروط البيع وهو أن يكون ثمن السلعة معلوما وقت العقد يحدد ثمن السلعة والدليل أن النبي أيضا صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرار والأحاديث بهذا واضحة لأن عدم العلم بالثمن فيه غرار على البائع وكذلك على المشتري فلا يصح بيعه مثل مع الجهل بالثمن والأمثل على هذا كما مر معنا بحمد الله تعالى نأتي هنا أيضا إلى استثناء في هذه الصورة وفي شرط السابع يستثنى من ذلك إذا باعه بسعر السوق لماذا؟ لأن سعر السوق معلوم سعر السوق معلوم عند البائع وعند المشتري فالجهالة هنا منتفية هذا ما يتعلق أيها الطلاب بشروط البيع السبعة نأتي إلى الوقوف على وقت البيع هنا لا يتحدد البيع بوقت معين فيجوز إجراء العقود في أي وقت إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان إجراء العقد يؤدي إلى الإخلال بواجب على الإنسان مثل ذلك البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني لمن تنزمه الصلاة وذلك لماذا؟ لأنه مأمر بالسعي لسماع الخطبة وداء الصلاة إذن هذا ما يتعلق بوقت البيع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ويلحق بذلك البيع والشراء لمن تلزمه الصلاة المفروضة إذا كان ذلك يؤدي إلى تفويتها عن وقتها أو توفيث الجماعة لمن يلزمه حضورها فهذا أيضا يلحق بالجمعة كما بيّ ذلك أدو العلم إذن هذا ما يتعلق بوقت البيع والمواضع التي يحرم فيها البيع هنا مكان البيع ليس للبيع أيها الطلاب والطالبات مكان محدد فيجوز إجراؤه في أي مكان ما عدا المساجد لماذا؟ لما روى عبد الله بن عمر بن عصر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد والحكمة من ذلك هو صيانة المساجد وحفظها من اللغة وهيشات الأسواق لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ولم تبنى للبيع والشراء ونحو ذلك بعد هذا أيها الطلاب والطالبات آتي وإياكم بحمد الله تعالى إلى ختم هذا الدرس بعد أن استعرضت وإياكم درسين مهمين متعلقين بالبيع ما يتعلق بالشروط المعتبرة لصحة البيع ويسبعة وأن البيع لا يصح إلا بعد استكمال هذه الشروط فلو تخلف أحد هذه الشروط فإن البيع لا يصح هناك استثناءات في بعض الشروط بيناها بحمد الله تعالى ثم أيضا الكلام على وقت البيع وكذلك مكان البيع وما يتعلق بذلك كل هذا وغيره بحمد الله تعالى استمتعتم واستفدتم بحمد الله تعالى من خلال هذا الدرس أشكر لكم أيها الطلاب والطالبات طيبة المتابعة وحسن المشاهدة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر